معالي الوزير والأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهشمية الشقيقة نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر هذه الزيارة عزيزة وكريمة وتأتي في إطار التنصيق والتشاور المكثفين بين بلدين الشقيقين حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية فضلا عن العلاقات الممتازة والمتميزة والخاصة بين بلدين كان لي الشرف أن أجلس مع معالي الوزير تحدثنا عن العديد من القضايا الهمة كان في مقدمتها بطبيعة الحال العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهشمية تحدثنا عن هذه العلاقات في إطار التشاور المشترك العلاقات السياسية المتميزة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتميزة هناك طبعا توجيهات سامية من فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل على إعطاء الأولوية لمزيد من دفع هذه العلاقات إلى أفق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين أيضا تحدثنا عن دور العمالة المصرية في المملكة الأردنية والدور الذي تقوم به في عملية البناء في المملكة بالتأكيد انتهست فرصة هذه المباحثات المثمرة والإيجابية مع معالي الوزير أيمن الصفدي لتهنئة المملكة حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبنتمنى كل التوفيق وكل الازدهار وكل النجاح للأردن الشقيق في الاستمرار في عملية التحديث الشاملة والبناء والتنمية التي تتم بتوجهات من جلالة الملك وبالتأكيد نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنصيق بين بلدين الشقيقين كما ذكرت مثلت هذه المباحثات مع أخي الوزير أيمن الصفدي فرصة هامة وجادة للتأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين تحت رعاية السيد الرئيس وجلالة الملك وتم التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ كل المشروعات والمبادرات والمقترحات الخاصة بإعلاقاتنا الثنائية كما تعلمون هناك لجنة عليا مشتركة يرأسها معالي دولة رئيس وزراء مصر ومعالي دولة رئيس وزراء المملكة هذه اللجنة تقوم بدور مهم جدا في الإشراف على عملية تطوير العلاقات الثنائية والدورة الثانية والثلاثين عقدت هنا في القاهرة في مايو الماضي أكدنا كذلك في نقاشنا المتبادل اليوم على تثمين الدور العظيم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية كما ذكرت في استضافة ورعاية مصالح المصريين وتزديل أي التحديات تواجههم على لا سيامة في ضوء ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بالغ لأوضاع المصريين في الخارج كما تعلمون تم دمج وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية وهذا هو الأمر الطبيعي وأنا أتشرف الآن مثل معالي الوزير اللقب متطابق وزير للخارجية وأيضا للهجرة وشؤون المصريين في الخارج تضمنت المباحثات بيننا الآن والتي كانت مباحثات مطولة لتبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية كان في مقدمتها بطبيعة الحال قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية لا استطيع أن أقول أن كان في تقارف في المواقف وإنما كان هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات ما يحدث من أوضاع كارثية سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية وأيضا في القدس الشرقية المحتلة كما تعلمون للأسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل الآن نقترب من ما يزيد عن ثمانية أشهر عملية القتل والتدمير والتخريب الممنهج الذي يتم من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر للأسف الشديد لدينا أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 87 ألف مصاب وللأسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر اتفقت وأخي معالي الوزير على أهمية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين وهما وقف إطلاق النار وبالتأكيد وفقا لقرارات المجلس الأمن وآخرها القرار 27 35 وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي حقنا لدماء المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين وأيضا تحدثنا عن مسألة الوضع الإنساني والصحي الكارثي الكارثي في قطاع غزة وهمية النفاذ الغير مشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني بمنع وصول هذه المساعدات شدت ومعالي الوزير الصفضي على رفضنا الكامل للسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يدرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومن أوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفيت القضية الفلسطينية وما يمثل ذلك من قضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى فكرة الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية تحدثنا عن الأوضاع الكارثية أيضا في الضفة الغربية والعنف الممنهج والبربري من جانب الأصابات المستوطنين ضد لترويع أهلنا من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا شددنا على أهمية الدور الأردني النبيل في الحماية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية والالتزام بكافة ترتيبات الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك وأهمية الدور الذي تقوم به المملكة في حماية الهوية العربية والإسلامية في هذه المدينة العريقة المقدسة أكدنا سويا على الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهو الأمر الذي أدى إلى العرقلة الكاملة لنفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني البريء الشعب الفلسطيني الذي يتحمل أعباء جسيمة ويتعرض لعدوان ممنهج هذا العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من المعبر هو أدى إلى توقف العمل به وبما يعرض الشعب الفلسطيني إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأة ومسمع من الأسف الشديد المجتمع الدولي كررنا واتفقنا على تكرار أهمية الانتزام بقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني وشدنا على أن الاستمرار من الجانب الإسرائيلي في توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة والممارسات الهمجية للمستوطنين في الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية دعوني أختتم حديثي بأننا تحدثنا بشكل واضح لا يحتمل اللابس فيما تعلق بالتأكيد على الدور الحيوي والهم للغاية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأندروا وأهمية قيمها بدورها وأنه لا بديل ولا يمكن الاستغناء عن دور هذه الوكالة وأنه يجب أن الدعم هذه الوكالة في أداء مهمها السيامية بموجب قرار الجمعية العامة بعيدا عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية وعدم تسيس عملها كما اتفقنا على أهمية الاستمرار عملنا المشترك في تشجيع الأطراف الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن هذا يعطي رسالة إيجابية وهمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيرا بأن هناك أفقا سياسيا بأن هناك أملا في المستقبل بأن يحقق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود الرابع من يونيو 67 ويقيم دولته وعاصمتها بالتأكيد القدس الشرقية أخيرا وليس أخيرا تحدثنا على الخطورة البالغة لإحتمالات التصعيد بما يقود إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية شاملة أكدنا على الأهمية البالغة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان الشقيقة والتحذير الكامل من أي مخاطر للتصعيد بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ومن ثم يؤدي إلى دخول المنطقة في أتون من الحرب الشاملة تحدثنا أيضا عن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وبعتباره نموذجا للعمل العربي المشترك وأخيرا وختاما أشكركم معالي الأخ والصديق العزيز أيمن الصفدي على هذه الزيارة الهمة وأشكركم على تهنئتكم الرقيقة كما أشكركم أن هذا أول زيارة يعني لوزير شقيق يكون من الأردن وده أمر غير بجديد عليكم وعلى الأردن الشقيقة ونود الإشهادة بالمستوى المتميز للعلاقات وما شهدته مناقشتنا من تطابق كامل في الرؤى حول مجمل القضايا والتحديات التي توجهنا في مصر والأردن والمنطقة العربية أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني مصر رحمن الرحيم أشكرك معالي الأخ العزيز واسمح لي أن أبدأ بأن أكرر التهنئة لك لمناسبة توليك مسؤولياتك وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأطيب التمنيات لك بالتوفيق في هذه المهمة وأتطلع للعمل معا للبناء على العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وكما ذكرت معاليكي علاقات متميزة علاقات تسير إلى أمام بشكل واضح يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتح السيسي حفظهم الله إلى أفاق أوسع من التعاون على جميع المستويات الثنائية وأيضا التنسيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها معا في منطقتنا وندرك تماما في الأردن أهمية دور جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية التنسيق المشترك الذي هو السمة لعملنا في مقاربة كل هذه التحديات فمرة أخرى كل التمنيات لك بالتوفيق وأسمح لي أيضا أن أشكر معالي لأخ سامح شكري على الجهود التي بذلها أثناء فترة عملنا معا من أجل خدمة العلاقات الأردنية المصرية وخدمة قضايانا المشتركة كما ذكرت معاليك علاقاتنا الثنائية قوية ونعمل معا ضمن أليات محددة من أجل زيادة التعاون في إطارها تعزيزا لهذه العلاقات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وأيضا خدمة لقضايانا العربية والأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا وثمت أليات مؤسسية لدفع بهذا التعاون إلى أمام عبر اللجنة العلية المشتركة التي يرأسها دولتها رئيسي الوزراء في البلدين فثمت الكثير مما أنجزناه على المستوى الثنائي بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة وفقامة الرئيس وثمت الكثير من الذي نعمل عليه ونثق بأنه سيعود بالخير والنفع على بلدينا وعلى شعبينا وعلى منطقتنا وتحدثت فلخصت مع لي كل ما تحدثنا به وأعتقد أن الجملة التي تصف ما أنجزناه اليوم هو أننا أكدنا مرة أخرى على الطابق مواقفنا إذا التحديات التي نواجه خصوصا القضية الفلسطينية القضية المركزية القضية الأولى والأساس لنا جميعا للأسف نحن اليوم في اليوم 278 يوم من العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على غزة هذا العدوان الذي اتخبت إسرائيل خلاله جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث لناحية قتل الأطفال لناحية قتل موظفي الألغاثة الأممية لناحية تدمير مجتمع بأكمله استهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وجعل غزة مكانا غير آمن لأي من أهلنا في غزة أطفالا رجالا نساء وشيوخا وهذا تحدي كبير جهودنا المشتركة ما تزال باتجاه وقف هذا العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتي تتفاقم يوما بعد يوم الأوضاع ساءت بشكل كبير كنا في المراحل سابقة ارتفع عدد الشاحنات التي تدخل غزة إلى بضع مئات لكننا في الآوين الأخيرة تراجع هذا العدد إلى ما لا يتجاوز أربعين شاحنة وعدد مماثل من الأردن بشكل متقطع أيضا والمسؤول عن ذلك هو الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية وإعاقتها ليس فقط لدخول المساعدات ولكن أيضا إعاقتها لإدخال هذه المساعدات من خلال عدم توفير البيئة الآمنة للمنظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتوزيح هذه المساعدات وبالتكهيد احتلالها لمعبر رفح ونحن نقف بالمطلق مع موقف شقائنا في مصر بإزاء المعبر وإزاء ضرورة خروج القوات الاحتلال الإسرائيلي منها حتى تعود المساعدات لتتدفقها إلى غزة موضوع الأنر وموضوع أساسي لا منظمة قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة الوكالة مستهدفة الوكالة هي هدف اغتيال سياسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وهذا سبق حتى أحداث السابع من أكتوبر إسرائيل أرادت تصفية الوكالة لأن في ذلك خطوة نحو مشروح تصفية القضية الفلسطينية وألغاء قضية اللاجئين وهي قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي الذي يجب أن تحل وفق قرارات الأول المتحدة بما يضمن العودة والتعويض للاجئين في إطار حل شامل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية نحن الآن في مواجهة أوضاع تزداد سوءا في الأمس كان هناك عدوانا إسرائيليا شكل جريمة حرب أخرى في قصف اللاجئين في خان يونس ولا يمر أسبوع إلا ونرى المزيد من الأبرياء الفلسطينيين يستهدفون في أماكن لجوء سواء مدارس الأنروا أو مخيمات أخرى وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يقف إلى جانب القانون الدولي وإلى جانب إنسانيتنا المشتركة وأن يتخذ إجراءات حقيقية فاعلة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ووقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرد الشعب الفلسطيني لا مبرر لبقاء العجز الدولي عن وقف هذا العدوان لا مبرر لبقاء هذا العجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إسرائيل أحالة غزة ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فقط ولكن مقبرة للقانون الدولي ومقبرة للقيام الإنسانية المشتركة وهذا العجز سيكون له تبعاته لسنوات قادمة لناحية فقدان مصداقية القانون الدولي وفقدان مصداقية العمل الدولي المشترك فبالتالي نعمل مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية ومع أشقائنا في المنطقة ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التأكيد على ضرورة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن تتوقف فورا وأن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي حتى عن إدخال المساعدات التي تحول دون موت الأطفال جوعا وعطشا أو بسبب غياب المستشفيات الأرقام تتحدث عن نفسها لناحية عدد الأطفال الذين ارتقوا خلال هذه الحرب لناحية عدد النساء اللواتي ارتقلنا خلال هذه الحرب المدارس التي دمرت الأبنية التي دمرت كل شيء يرتبط بقيمنا الإنسانية المشتركة يرتبط بالقانون الدولي في غزة دمرته إسرائيل وهذا يجب أن يتوقف وأن يتوقف فورا القضية الأخرى أن مسألة التهجير هي مسألة خط أحمر بالنسبة للأردن ولمصر وأكد ذلك جلالة ملك وفخامة الرئيس غير مرة لا نقبل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ونحذر من أن استمرار العدوان يوجد البيئة التي ستدفع الناس للهرب من الجحيم الذي فرضته إسرائيل على غزة وبالتالي جهدنا أيضا مستمر في هذا بتنسيق كامل وتشاور كامل ونرفض أي مقاربة لغزة فيما يسمى باليوم التالي لا تأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن أي مقاربة لغزة يجب أن تكون ضمن مقاربة شمولية تعالج الأوضاع في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وتنطلق نحو تنفيذ خطة هدفها النهائي واضح في تنفيذ حل الدولتين وموقتة بتوقيت زمانية حقيقية لأننا لا نستطيع أن نعود إلى عملية لا أفاقة حقيقية لها والواضح والذي يجب على العالم أن يدركه وإضا أنه لا يمكن أن يترك مصير المنطقة لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وأن يسمح لنتنياهو والي الوزراء المتطرفين في حكومته بفرض أجندتهم الإلغائية الدمارية التي لا تحترف حتى بإنسانية الشعب الفلسطيني على المنطقة لأن في ذلك ليس فقط انتهاك الحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة والاستقلال ولكن أيضا تهديد لأمن المنطقة برمتها وتهديد أمن المنطقة يعني تهديد الأمن والسلم الدوليين أشار معا للوزير أيضا إلى ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في الضفة الغربية هو إجراءات نصفها بكلمة واحدة أنها تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة لأنها تقوض حل الدولتين تقوض فرص تجسير الدولة الفلسطينية من مصادرة للأراضي من توسع في بناء الاستيطان اللاشرعي من اعتداءات على الفلسطينيين من السماح للإرهاب الاستيطاني بسلب المزيد من أرواح الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وهذا خطر حقيقي نحذر منه لأنه إذا تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فاحتمالات توسع الحرب إقليميا ستزداد وعلى المجتمع الدولي مرة أخرى أن يقف حيث يقول أنه يقف فيما يتعلق بالقانون الدولي المجتمع الدولي كله يقول أن المستوطنات لا شرعية أن مصادرة الأراضي لا شرعية وبالتالي عندما نرى أن إسرائيل في العام 2024 صادرت من الأراضي الفلسطينية أكثر من مصادرته على مدى 30 عاما فنحن في مواجهة جهد حقيقي إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية برمتها وندينه بشكل كبير قرار الحكومة الإسرائيلية إحالة مسألة إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة إلى السلطة المدنية التي يرأسها وزير متطرف ينكر إنسانية الفلسطينيين ويرفض حقهم في الحياة ويرفض حقهم في الدولة وأضم صوتي إلى صوت معالي الوزير في التحذير أيضا من خطر توسع الحرب إلى لبنان يجب الحفاظ على لبنان وأمنه واستقراره ويجب الحقول دون تطور توسع هذه الحرب لأن في ذلك دمار أكبر للمنطقة برمتها واعتداء على دولة عربية يجب أن تبقى آمنة مستقرة وعانت ما عانته على مدى السنوات الماضية وندعو إلى التزام القرار قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى نحول دون تدهور الأوضاع بشكل عام فبالتالي فيما يتحلق بالقضية الفلسطينية نقف الموقف ذاته نريد وقفا لهذا العدوان بشكل فوري نريد وقفا لاستخدام التجويع سلاحا وحرمان الفلسطينيين من الماء والغذاء والدواء وحقهم في العلاج والمدرسة وأكثر من 500 ألف فلسطيني لم يذهبوا إلى المدرسة هذا العام هذا مؤشر على المستقبل الذي ينتظر المنطقة برمتها لناحية الإحباط واليأس الذي تدفع إسرائيل الشعب الفلسطيني إلى قيعانه فهذه قضية أخرى ومرة أخرى نريد حلا شاملا يعالج جذور الصراع وجذر الصراع الأساس هو وجود احتلالا همجيا لا شرعيا لا أفاق لانتهائه وندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى أن يقف إلى جانب المبادئ التي تحكم منظومة العمل الدولية وأن يتخذ مواقف هصارمة ضد استمرار الاحتلال وضد ما يقوم به الاحتلال من جرائم أشار معالي الوزير إلى آلية التعاون الثلاثية الأردنية المصرية العراقية وهذه آلية شكلت عندما أطلقها القادة لبنة في بنيان عربي أوسع للتعاون ونحن مستمرون في العمل في دفع هذه الآلية إلى منجزات إضافية لأن فيها منفعة لنا جميعا ومنفعة للمنطقة ونموذجا للعمل العربي المشترك الذي يبني على عقاعدة المنفع المشتركة والعقاعدة التكهب بين دولنا وأيضا أود أن أنهي بالإشارة إلى الأزمة السورية فكلنا نعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية على الأساس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وتخليصها من الإرهاب وإيجاد ظروف التي تكفل العودة الطوعية للاجئين حتى تستعيد سوريا ويستعيد الشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره وحقه في الحياة الحرة الكريمة وبالتالي نحن مستمرون في جهودنا انطلاقا من المبادرة العربية ونتحدث عن تفعيل لجنة التواصل التي شكلتها الجامعة العربية مع سوريا لنلتقي وفق الأسوس التي تضمن مخرجات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة وتأخذنا باتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحل هذه الأزمة على الأسوس التي ذكرت وأكد على أن مسألة عودة اللاجئين إلى بلدهم هي ذات أولوية بالنسبة لنا نريد إيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين لأن حل قضية اللاجئين لا تكون إلا في عودتهم إلى بلدهم وبالتالي ندعو الجميع لأن يعمل باتجاه إيجاد هذه الظروف التي تتيح هذه العودة الطوعية ونحذر بشكل كبير من تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة للاجئين ومسألة القاعب توفير الحياة الكريمة للاجئين على الدول المستضيفة فقط هو أمر نرفضه لأننا من دون أن يتحمل كل مسؤولياته لن نستطيع أن نوفر العيش الكريم الذي يستحقه أشقاؤنا السوريون وهذا أيضا موقف نعمل معا من أجله فكل ما تحدثنا به اليوم عكس حرصا حقيقيا يعكس توجيهات القادة بأن نعمل معا من أجل خدمة مصالحنا ومن أجل خدمة قضايانا العربية والإسلامية في إطار عملية التشاور وتنسيق مستمرة راسخة مستدامة ومصر بالنسبة لنا شقيق أساسي لها دورها الكبير الذي نحترم ونثمن وندرك انعكاساته الحقيقية على كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وكما ذكرت معليك بالنسبة لأشقائنا المصريين الذين يعيشون في الأردن فهم بين أهلهم ولا فرق في التعامل معهم والتوجيهات المباشرة من جلالة الملك هي أن نتعامل مع أشقائنا المصريين ضيوفا أعزاء في بلدهم الثاني ونثمن عاليا كل ما يبدلونه من جهود لرفض مسيرة التاج والعمل في الأردن فأشكرك مرة أخرى معالي الأخ العزيز على هذا اللقاء وأؤكد لك بأننا سنظل على ما نحن عليه نعمل أشقاء ملتزمين بتوجيهات قيادتين وحارصين على أن نعزز العلاقات بين بلدينا لأن في ذلك خير ونفع لنا وخير ونفع لمنطقتنا فكل الشكر ومبارك لك مرة أخرى وكل التمانية بالتوفيق شكرا جزيلا نفتح لمجالي الأسئلة وردة الحسيني تفضلي من أخبار اليوم سؤال موجه لمين سؤال موجه لمعالي الوزير دكتور بدر عبدالعاطي اتصالا بالتنصيق المستمر بين مصر والمملكة الأردنية حيال الأوضاع أو مختلف القضايا وفي إطار الزيارة الحالية اللي بيقوم بها معالي وزير الخارجية لمصر اللي تعد الأولى لوزير خارجية الدولة العربية للقاهرة منذ تشكيل الحكومة الجديدة أود أن أعرف معالي الوزير دكتور بدر ما هي مستجدات التعاون السنائي بين مصر والأردن وما هو المستجد بالنسبة للتنصيق المشاركة حيال القضايا الإقليمية وكذلك التعاون السلاسي بين مصر والأردن والعراق شكرا شكرا جزيلا كما سبق أن ذكرت في خصوصية للعلاقة التي تجمع الأردن الشقيقة والحبيبة بجمهورية مصر العربية هذه العلاقات تاريخية هناك وشائج قوية وتاريخية تربط بين الشعبين الشقيقين كما ذكر أخي معالي الوزير الصفدي هناك تعليمات وتوجيهات واضحة ولا تحتمل لبس توجيهات سامية من فخامة الرئيس وجلالة الملك بالعمل سويا على دفع هذه العلاقات السنائية للأمام هناك لجنة عليا مشتركة وهي تعكس مدى تشعب وعمق العلاقات خاصة في البجالات السياسية والفنية والتجارية والاقتصادية والعمالية والثقافية فالمباحثات اليوم وفرت فرصة طيبة لتبادل الأراء فيما يتعلق بمتابعة الاجتماعات الأخيرة لللجنة العليا المشتركة ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين هناك طبعا تبادل تجاري هناك علاقات متشعبة في المجالات الاقتصادية وهناك إرادة سياسية مشتركة بالعمل على مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات الأردن دولة جوار لمصر دولة شقيقة وهناك مجالات كثيرة للتعاون ودفع التعاون للأمام وبالفعل كان فيه مبادرات ومقترحات ومشروعات محددة تم الاتفاق عليها في اللجنة العليا المشتركة ومسؤوليتنا طبعا مسألة المتابعة مع الوزارات الفنية المعنية تساون في الأردن أو في مصر فيما تعلق بالملفات والتحديات يعني أنا كنت ذكرت لمعالي الأخ الوزير الصفدي أننا نواجه تحديات شديدة الخطورة تحديات غير مسبوقة إن كانت في الأردن أو لمصر وبالتالي هناك تعليمات واضحة من القيادتين الساميتين ترجمة نانسي قنقر